مبهجة. مين ينطبق عليه مبهج؟ المبهج هو الحقيقة مبهج وجاذب في نفس الوقت. هيبقى الكبير قول. ايه عناصر البهجة اللي موجودة في الكبير السنة؟ عودته اولا. انا بقول عودته. يعني عودته بعد السنين دي في اول حاجة. السنة اللي فاتت كان عامل دور عبقري في الاختيار. وكان هنا الممثل ابو دم خفيف. يعني كمان صحيح بمثل دور زابط وكده. لكن كان مديله قمسحة كده تشبه ميكي. المرات دي بقى الكبير قول قمته في ايه؟ اولا ان احنا الكوميديا اكتر حاجة. تعرفي ان ده عمل كوميدي ناجح من الاقاع. اول ما تحسي الاقاع عملك مشكلة في التلقي يبقى واقع. اقاعه لاهس متدفق. كل حلقة فيها اكتر من ايتم بيلعبه عليه. ايتم كوميدي. البطل برغم انه هو بيعمل ثلاث شخصيات احمد ميكي. لكن هو على استعداد انه مثلا رحمة احمد تبقى هي البطلة. وهي اللي دي يفل بيها الافية بتاع المشهد. في خيال. في خيال وفي مخاطبة كمان حديثة. يعني حتى زي ما انت شايف المشاهدة على الشاشة دي. لكل الالعاب العالمية اللي الشباب بيلعبوها. وعشان كده عمل تأثير جدا مع الشباب. لانه حاسين بالحداثة. انه بيتكلم على اخر اللحظة. بالضبط. يعني اخر حاجة. النهاردة مثلا كان بيتكلم على موضوع السوشيال ميديا. اه. وزي ممكن بتستغل. انا عارفة عشان بيقولوني مش ألعاب بس هي. انا عارفة تأريد المسلسل. بس عشان هو جواه كده حركات والعاب. فالشباب مبسوطين به جدا يعني. وهو بيغني وبيرقص. ده من كل حاجة. ومجهود كبير على بيتك. احمد الجندي كمان ما قداش ننكر. المخرج طبعا. عامل شغل هايل. لانه موظف كل ده. لانك انت مش مجرد حوار كوميدي بيدحك. لازم الشاشة بتفاصيلها بالإضاءة. تبقى مبهجة. بالحركة. كل ده تسكين الممثلين. رحمة احمد نجمة الكبير. يعني اه. يعني عملت برضو شدت انتباه الناس. هتبقى احد نجوم رمضان في المطلق كمان. يعني اتكلم ايه النجوم اللي ممكن نشوفهم في رمضان لأول مرة. طبعا رحمة يمكن عملت الحاجات قبل كده. لكن اول مرة تعلم مع الناس كانت المرة دي. لانها عملت حاجة مهمة قوي. هي طبعا دونيا سامير غانم من اهم الممثلات والنجمات عندنا. طبعا. طبع. لما بتدخل حد مكان حد بيبقى فيه مقارنة. هم لغوا المقارنة. يعني هي مش دخلة في مقارنة. لا طبعا. طبعا هي بتعمل. بتلعب في التراك تاني. تلعب في التراك تاني. فده اللي نجح ادقها. طيب اكيد.